تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور راشد العليمي خلال لقاه باللجنة الأمنية والعسكرية برئاسة اللواء الرقن هيثم قاسم طهر تسلم التقرير النهائي للجنة واستمع العليمي إلى شرح موجز حول الدعم المطلوب لاستكمال عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة مشيدا بجهودها في إنجاز المهام الموكلة لها بموجب إعلان نقل السلطة والقوانين واللوائح العسكرية ذات الصلة الاجتماع الرئاسي لم يتطرق مع اللجنة العسكرية لارتفاع وطيرة الاحتجاج في وادي حضر موت ولم يشر إلى خروج القوات الرابضة في المدن إلى الجبهة في الشمال لمواجهة الحوثي ويرى مراقبون أن المجلس الرئاسي لم يستطع توحيد الجبهة الداخلية فما المتوقع تفجير الصراع مرة أخرى في وادي حضر موت مثل ما حصل في محافظة شبوة هذا ويأتي الاجتماع بعد يومين من القرارات الرئاسية التي أجرت تعديلا في قيادة المنطقة العسكرية الأولى فيما أوضح مصدر حكومي أن هذه القرارات مدفوعة بضغوط سعودية وبالنظر للشخصية التي جرى تعينها ففيها مخاتلة لجميع القوى المناهضة للحوثيين وتكبح إلى حد كبير من تمدد الانتقالي الجنوبي شرق البلاد